قصة آية نحن نقص علينا لقد كان في قصصهم عبرة قصص تعنا بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم ذلك من الأنباء قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا أيها لحبه الفضلاء كنا في حلقات ماضية تكلمنا عن قصة آية وقد مررنا على عدد من الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه وتكلمنا عن قصصها وما فيها من العبر والعظات اليوم قصة هذه الآية تتكلم عن نبي من الأنبياء لا عن ولي من الأولية لا عن غني من الأغنية كما تكلمنا عن قارون مثلا لا عن عدو من الأعداء كما تكلمنا عن فرعون من قبل لا هل تتكلم عن مثلا أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة سأل سائلهم بعذاب واقع أو تتكلم عن قصة إبراهيم مع أبيه لا لا سنتكلم اليوم عن الجن 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 مخلوقات هم شركاء لنا في عمارة الأرض وبعث الأنبياء أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس أما الإنس فكانوا يخارطونه صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء يجالسونه يصلون معه يحضرون درسه ويتعاملون معه صلى الله عليه وسلم شتى أنواع التعامل الجن كان لهم حال آخر قد يكونون يحضرون معه صلى الله عليه وسلم في المسجد يستمعون إلى القرآن يستمعون إلى الحديث حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم مرارا نعلم أيها الفضل أن الجن ليس منهم أنبياء إنما منهم نذر يعني يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى الذكر ثم يولون إلى قومهم منذرين كما قال سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولوا إلى قومهم منذرين لم يقل مرسلين نبيين وإنما قال منذرين لما ولوا إلى قومهم ماذا قالوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين بين الله تعالى في هذه الآيات أن الجن استمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أول ما استمعوا القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا أنصتوا اسكتوا فلما قضي القرآن آمنوا وولوا إلى قومهم منذرين حملوا هم الدعوة وولوا إلى قومهم ينبهونهم يعلمونهم القرآن يخوفونه من الله جل وعلا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الجن كان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند البخاري يقول ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب قال فرجعت الشياطين إلى قومهم كانت الشياطين أيها الإخوة والأخوات في سابق العهد قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون إلى الخبر الذي في السماء يعني يصعد بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء فإذا تكلم الله تعالى لملائكته بالوحي إذا قضى الله تعالى بالأمر استمعت الشياطين إلى شيء من ذلك ثم نبأت به الكاهنة أو العرافة أو الساحر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى على السماء حرسا من الشهب فكانت هذه الحرس يعني تكون رصدا للشياطين كما قال سبحانه وتعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال الله سبحانه وتعالى في خبر الجن قال جل جلاله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ثم قالوا وهم يبينون أنهم لا إن قطع استماعهم إلى ما في السماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا فبين الله تعالى ذلك الجن لما رأوا هذا كما في حديث بن عباس قال رجعت الجن إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر يعني أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان بنخلة متوجها إلى سوق عكاظ ثم أقبلوا إليه وصلوا إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه جعلوا ينصتون إليه كما قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن جعلوا يستمعون إلى هذا القرآن فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم أنزل الله تعالى خبره على رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك في حديث آخر أن علقمه قال قلت لابن مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى مع الجن وحدثهم هل كان معه أحد منكم يا أصحاب فقال ما صحبه أحد منا ولكن كنا معه ذات ليلة ففقدنا قال فالتمسناه في الأودية والشعاب فقالوا استطير أو اغتيل يعني خفنا قلنا ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نخشى أن يكون اغتاله أحد قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا فإذا هو قد جاء من قبل غار حراء فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال عليه الصلاة والسلام أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا يعني يقول ابن مسعود فانطلق بنا صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم يعني كانوا بالليل جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم قال فسألوه الزات قالوا يا رسول الله نحن الآن أسلمنا نريد طعاما ما الذي يحل لنا أن نأكله ما الذي يحرم علينا فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء يعني من فضل الله عليكم أن أي عظم تجدونه من شات أو من بعير أو من بقر أو كذا ذكر اسم الله عليه وهذا العظم مرمي قد أكل الإنس كل ما فيه من لحم فإنكم إذا وقع في أيديكم يكون أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم يقول كل بعرة أو روثة البعر ما يكون من غائط الإبل والروث ما يكون من البقر أو من الغنم يكون علف لدوابكم فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم يقول صلى الله عليه وسلم العظم لو إنسان مثلا تغوط أو تبول في البر ولم يكن معه مثلا اليوم مناديل أو حجارة أو كذا فإنه لا يجوز إذا رأى مثلا كسرة عظم أو بعرة يابسة أو كذا ما يجوز له أن يجعلها على غائطه أو على بوله يقول صلى الله عليه وسلم هذه دعوها لإخوانكم لهم ولدوابهم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن هؤلاء الجن يعني يكون فيهم الإيمان والتقوى والرضى بما عند الله جل جلاله أيها الإخوة والأخوات لي معكم في خلال هذه الدقيقتين التي بقيت معي لي معكم بعض الوقفات أولا الله سبحانه وتعالى قال فلما حضروه قالوا أنصتوا وهذا من آداب الاستماع إلى القرآن الكريم الأصل إذا قرأ القرآن كما قال سبحانه وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أما بعض الناس اللي شغل القرآن وهم يعني يتحدثون ويسولفون ويتكلمون فهذا لا ينبغي القرآن أعظم من أن أنت الآن لو واحد يتكلم عندك ثم تنشغل بحديث آخر مع شخص آخر لعد هذا قلة أدب وقال يا أخي طيب أسكت خلاص مدام ما أحد يسمعني فكيف الإنسان يشغل القرآن أو يقرأ عليه القرآن وهو يسولف مع الناس لا القرآن أكرم من هذا إما أنك تستمع إليه تعطيه قدره أو أقفل المسجل أو يسكت القارئ فاستمعوا له وأنصتوا شوف الجن أم أول ما سمعوا القرآن فلما هم بعد أسلموا إلى الآن لكن لعظمة القرآن عليهم ودخلوا في الإسلام وقال بعض من بعض أنصتوا ثم ولوا إلى قومهم ما قال مؤمنين مسلمين لا وإنما منذرين حملوا هم الدين حملوا هم الإصلاح حملوا هم هداية قومهم يا ليتنا نحن اليوم إذا عرف الشخص منا شيئا من الخير أن يسعى إلى أن يهتدي الناس على يده لعل الله تعالى أن يصلحه بمثل ذلك وأن يكون ممن يرفع الله تعالى درجته نحن لو حملنا هم الدين فعلا لرفع الله تعالى لنا الدرجات وكفر عننا السيئات الأمر الأخير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قال عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم والروث والبعر علف لدوابكم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلا تستنجوا بهما وذلك حتى لا يتأذى إخوانكم من الجن لا تستنجوا بهما كذلك نحن مطالبون اليوم بأن لا نؤذي إخواننا بمثل هذا يعني لا تؤذيهم بأنواع الأذى الذي قد يقع أحيانا من بعض الناس على غيرهم وهناك أنواع لهذا الأذى لكني أرى الإخوة يشيروني بأن وقت الحلقة انتهى فلعلي إن شاء الله تعالى أن أكمل هذا في حلقة قادمة نتكلم عن أنواع الأذى الذي يمكن أن يقع كيف يستطيع الإنسان أن يتقي هؤلاء الجن نعلق على قوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين الكلام على حمل هم الإسلام وكيف يستطيع الإنسان أن يعيش به أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم باركينينما كنا أشكر لكم كثيرا استماعكم وإنصاتكم وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب وهذا محبكم الداعي لكم دوما بالخير يودعكم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي تنفيذ المهندس أيمن رزق إشراف الأستاذ عبدالإله الإبراهيم